طيب ايه اللي بيدور داخل النادي الاهلي الاهلي حقولكو تاني وبقالنا يعني فترة في القصة دي الاهلي بيجيب عبد الرحمن البنوبي ومصطفى زيكو لعيبة زد وبيحاول يجيب مهاجم اجنبي قبل غلق انتقالات الشيء الصيفية القيد زي ما قلتلكو حيقفل يوم 25 اكتوبر اللي جاي بعد 9 تيام طيب ايه عم الكريم انت كل يوم تقولينا نفس الخبر نفس الخبر تقول اه انا بقالي اسبوعين او ثلاث اسابيع بقول نفس الخبر الاهلي حيجيب البنوبي او حيجيب مصطفى زيكو طيب ايه اللي موقف القصة عم كريم هل المسؤولين في النادي الزد لا المسؤولين في النادي الاهلي تكلموا مع المسؤولين في النادي الزد والمسؤولين في النادي الزد ده ما عندهمش مشكلة مال ايه قصة قصة في كولر كولر بيقولك انا لا انا عندي لعيبة افضل كولر اللي بيقول مش انا عندي لعيبة أفضل من البنوبي مصطفى زيكو أنا عايز مستوى أعلى من كده عايز لعيبة مستوى أعلى من كده الأهلي كإدارة ولجنة التخطيط عايزين يتعاقدوا مع زيكو وبرضو على عبد الرحمن البنوبي كلر عمال يقول لهم لا فطبعا بإدارة النادي الأهلي مع محرجة من إدارة زد كل شوية إدارة الأهلي تتكلم وكلر يقول لهم لا لا أنا مش عايز عبد الرحمن البنوبي مش عايز زيكو فآخر حاجة بقى عشان نخلص من القصة دي إدارة نادي زد قدت مهلة للنادي الأهلي 48 ساعة إدارة نادي زد قالت للإدارة بتاعت النادي الأهلي يا جماعة قدامكم 48 ساعة عشان كمان أنا نادي زد ده أنا عندي فرقة وعندي دوري وعايز أشوف اللعيبة الموجودة واللعيبة اللي هتمشي عشان أزبط أموري كابتن مجد عبد العاطي وكابتن وليد صلاح الديني بقوا عارفين مين اللي ماشي ومين اللي قاعد مش هنفضل بقى إيه زد ده إحنا الأهلي عايزين البنوبي وعايزين زيكو طب لأ أصلا كولر مش موافق طب مش هنفضل فاللي أنا عرفته يعني آخر حاجة إن إدارة نادي زد قالت للنادي الأهلي يا جماعة إحنا بنحترمكم جدا وإحنا تحت أمركم قدامكم 48 ساعة شوفوا بقى هل يعني هتاخدوا البنوبي وزيكو ولا عايزين واحد منهم ولا إيه يعني خلال 48 ساعة قلولنا موهلا 48 ساعة عشان برضو نادي زد يقدر يزبط أمور ويبقى عارف مين اللعيبة اللي موجودة ومين اللعيبة اللي هتمشي فالأهلي قدامه 48 ساعة لحسن صفقة زيكو مصطفى زيكو والبنوبي أو واحد منهم ويمكن البنوبي أقرب إن كولر كان يعني موافق شوية على البنوبي أكتر من زيكو قال لهم طريقة لعبه وتناسب النادي الأهلي فخلال 48 ساعة هنعرف يعني النهاردة الأربع يوم السبت الجاي الصبح هنبقى عارفين القصة الأهلي هياخد البنوبي ولا هياخد زيكو ولا مش هياخده حسب كولر بس اللي أنا عارفه إن إدارة النادي الأهلي عايزة تتعاقد مع العيبة دلوقتي قبل غلق الانتقالات الصيفية طيب المهاجم الأجنبي لسه مش لقين مهاجم بالمستوى العالي اللي النادي الأهلي عايزه لسه مش يعني مش لقين حد بالمستوى العالي اللي النادي الأهلي عايزه فمترددين كل شراء بيتكلموا على العيبة حتى جبتلكوا لعيب اسمه مصطفى سنجاري من يومين كده وشرح وجبتلكوا الفيديوهات بتاعته والكلام ده لكن هما لسه مترددين حيزين يجيبوا صفقة جامدة تبقى زي كده بحجمه وسام أبو علي بس طبعا دلوقتي كل الأندية في أوروبا خلاص اللعيبة مرتبطة فصعب جدا أنت تلاقي اللعيب كويس مش مرتبط بنادي في الفترة الحالية ترجمة نانسي قنقر